لأن التعبير لابد أن يكون بدون قيود ولأن القضايا العادلة لا تحتمل أن يزج بها في المنطقة الرمادية اخترنا لكم في منبر سفيركم أن الصديفة شخصيات فاعلة في المجال السياسي الاجتماعي والرياضي لنقارب وإياهم ملفات عالقة في حلق التنمية ببلادنا بدون تحفظ اليوم معنا في إطار التغطية التي يقوم بها منبر سفيركم الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط الرباط مرشح فدرالية اليسار فاروق مهداوي شكرا للموقع سفيركم على السدفة الكريمة اليوم فاروق مهداوي أنت عضو مكتب السياسي لفدرالية اليسار مستشار جماعي بمقاطعة ياقوب المنصور الكاتب الوطني لشبيبة فدرالية اليسار ومحامي متمرين بهيئة الرباط وتي كاملت باركلاف السين ديال 27 سنة 27 سنة وش سهل أنه شاب اليوم في المغرب يتدرج في واحد الحزب معين ويوصل للمكتب السياسي ويترشح الانتخابات الجزئية الشريعية ويكون مستشار في واحد المقاطعة في مدينة اللي ماشي سهل أنك ترشح فيها وتحضر بطيقة ديال الساكنة فدسي وممكن أي شاب أنه يأخذ زمان نفس المصار فقط يحتاج إلى الطموح والاشتغال وطبع الحال أن يكون هذا الطموح داخل أحزاب اللي هي ديمقراطية وفيها ديمقراطية داخلية وتحتاري من الكفاءات اللي عندها داخل حزب الأطر اللي عندها ما في أحزاب أخرى راك نعرفه كيفية تكون العملية كيفية تتم لأنه يكون فيها منطقة تعيين نحن معنا شهد منطقة تعيين ولا منطقة الانتخاب والديمقراطية الداخلية باش كنت تحسم جميع النقاشات وزميع الأمور بما فيها تمتيلية داخل أجهزة الحزبية كيف قلت في أحزاب آخرى المناضي بين قوسي الحزبي خاصة سنوات طاوية لغير باش ياخد تسكية باش يترشح في جماعة صغيرة فما بالك أنه يكون في المكتب السياسي لما فاروق الحلقة ديانا هي عليها مش الانتخابات الجزئية بدائرة المحطة لقدمت لشد المقاطعات عندنا مقاطعات حسان جزء من مقاطعة حسان ومقاطعة يعقوب المنصر كاملة ومقاطعة رياد كاملة نعم أكدر رياد كاملة دائرة اللي يلقبها كثير من دائرات الموت نظر الاتقل السياسي الذي يتحميله نحن قبل ما نهضره على الانتخابات الجزئية لابد أن نهضره على تجربتك من داخل مقاطعات يعقوب المنصر وبالتالي من داخل مجلس الريباط والمشاكل التي يعاني من هذا المجلس نعم كما يعرف الجميع نحن منذ انتخاب ديانا في سنة 2021 انتخاب ديالة بني شونتنبير ومناسبة كانت هي المرة الأولى اللي غادين تقتن فيها الانتخابات وانترشح بالدائرة كان عندنا حضور داخل مجلس مدينة الريباط على وشين أدق وحاولنا أننا نكشفون نحن المجموعة ديال الخيوط الفساد وبعض المتورطين في الفساد وفي نهبي المال العام وهذا نبيع بشكل أساسي من البرنامج الانتخابي اللي كنا قدمناه في سنة 2021 واللي أكدنا فيه في التزامنا مع المواطنين والساكينة والناخبين اللي من حول الأصوات دينهم لأساس أنه تواجد ديالنا داخل مجلس المدينة سيكون داخل المعارضة ولن ننتمي إلى الأغربية في ظل الوضع السياسي الراهين والذي حكم السياق ديال التخابات ديال تمين شوتنبير بالإضافة للتزامنا معهم إلى أساس أن الفضح ديال الفساد وديال جميع الخروقات اللي كتشمد العملية ديالتدبير مجلس جماعات الريباط وهذا ما تم من خلال نضال ديالنا داخل المجلس وخوضنا المجموعة من المعارك لأخرها نشر تقرار ديال المجلس الجهوي للحسابات كانوا مجموعة من المحطات الأساسية يعني كانوا فتحنا نقاش كبير لا مع الساكينة ولا داخل المجلس حول القرار الجبائي فتحنا نقاش كبير مع الساكينة وداخل المجلس حول تصميم تهيئة ديال الرباط حول تصميم تهيئة ديال منطقة عكراش حول الملف ديال الموظفي الأشباح اللي غي يجاوب عليه التقرار فيما بعد حول نظام الداخلي اللي كانت العمدة السابقة بغت فرضه داخل المجلس أو فرضاته داخل المجلس وضمنا مجموعة من تعديلات اللي اعتبرناها في حينها بأنها تعديلات ديكتاتورية تصبوا في عرقلة العمل ديال المعارضة يعني مجموعة من النوقات اللي قدرنا أننا نفضحوهم داخل المجلس وضحناها بأن الزوج ديالها كان ينالوا نيابة ديال أنهم محمية نوبوا عن الجامعة في ضربين صارخ لما تضرب عوستين داخل المجلس أنا كنت متبعة شوية وكنشوف أنكم كنتوا دائمين حضور في تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي لايفات وحتى في الواقع وفي الواقع وفي المواقع المقرارات ديال التورت إلى غير ذلك ولكن صحيح تديروا كتكونوا بالعمل ديالكم اللي هو المعارضة في إيطال وعود ديالكم للساكنة ولكن كنتوا كتقدموا البدائل ولا هي فقط معارضة من أجل لا نهائي نهائي وكل ما كنترحوا مشكل كنترحوا البدائل دياله منين نقشنا مثلا القرار الجبائي كنا طرحين بدائل على الجميع النقاط اللي جيت في القرار الجبائي لا فيما يهم حرفيين لا فيما يهم تجار لا فيما يهم سактиين عندما طرحنا ن AMY 대دخل طرحنا البدائل دياله عندما تحدثنا على الموضة في الأشباح طرحنا على البدائل ومشنو الإمكانيات والموضة في الأشباح من المقترحات اللي كنت قدموا هي مقترحات كتابية ممكن لأي واحدة تطلع عليها منشورة على مستوى موقع التواصل الاجتماعي لا في الحزب ولا في الحزب كل مرة كنقولوا هكيفاش نتصوروا العمل هل طرح دينا الإشكال وهل جواب دينا على كل إشكال متروح نقطة دي الموظفي الأشباح نشأت واحد صريح دي الرئيسة السابقات كلمات قلت أنا وعندي في المجلس مووظفين أشباح يمكن أكثر من ألفين موظف وكأنها تبرق إذا ما برأت رأسها من هاد الموظفين نحن كنترحوا سؤال من يتحمل المسؤولية هاد الموظفين الإشكال الأكبر من تروح بعدها حتى كيفاش ننتي نقلتي بعد التصريح دياله نقلته بآمنة قلتي أنها كانت تقول عندي وأنها كانت تعتبر أن المجلس الجامعة هو شيء شخصي ملك دياله والواقع ماشي هو هادا الجامعة لا تدبروا بهذه الطريقة السيدة طلقت صريحا على عواهيني كتقول بأنك ألفين وربعمائة موظف شباح في قناة عمومية أمام شاهدها الملايين ديال الناس إحنا ما كناش ضد التصريح كتصريح ولكن كنا نقولوا جميل كين هاد التصريح هادا فشنوهي الإجراءات المتخذة في حق هاد أفين وربعمين مع العلم أن فريق فريدرت الياسار منذ الولاية السابقة داخل مجلس جامعة طريبات أي منذ سنة 2015 وإحنا نطالبوا بالكشف عن لائح هذه الموظف الأشباح وكنن ننتقدوا العملية هذه لتدبير موارد البشرية العمدة السابقة سي محمد صداقي عن حزب العدد التنمية كصرح بعضمة لسانه وداخل المجلس ومضمن في محاضر الدورات بأنه لا يوجد أي موظف شباح داخل مجلس مدينة طريبات وعودنا طرحنا للإشكال في الولاية الحالية داخل مجلس مدينة طريبات وكان هذا الجواب دي سيدة العمدة من بعد طرحت أنا سؤال كتابي كنقول فيه مزيانة تصريح هذا ونشيد بأنه سيدة العمدة كتقول بأنه ستحار الأشباح إذن شنو الإجراءات المتخذة فجنا الدورة ووصلنا للجلسة دي الأسئلة الكتابية غدت جاوبني سيدة العمدة بأنه لا احنا يتخذنا إجراءات دي الإنضار إجراءات دي هي بسيطة جدا في حق عدد الذي لا يتجاوز 500 موظف يمكن 495 أو 494 موظف تفضلهم إنضارات وزوج والتي تحالوا على التقاعد بناء على طلب ديهم يعني واحد للجواب اللي هو بعيد كل البعد عن تصريح الواقعي واليوم كيجي تقرار للمجلس الجهوي للحسابات كما قلت كيأكد كل الطروحات اللي هناها في تدبير مواري البشرية دي الجامعة طريبات كل نقطة دي الموظفين بقى ما تحلش المشكل دي الموظفين ماذا ما تفتح لتحقيق لتشي حاجة إلى حدود الآن تقرار صدر على المجلس الجهوي للحسابات هو تقرار أولي كي تدارها التقرار كي تسفت للجامعة الجامعة كتدير رد تقدير ملاحظة على التقرار ثم يصدر التقرار النهائي احنا كفريق قررنا أنه مباشرة بعد صدر التقرار النهائي سنتوجه للجهات القضائية من أجل فتح تحقيق وتحميل جميع الجهات المسؤولة والأجهزة الرقابية على مجال استورابية تحميل مسؤولية دي لها من أجل محاسبة كل المتورطين لأنه باش نكونوا واقعيين ونوضحوا لناس مزيدا هذا مش مشكلة لك تحمل فيه هذا ممتد لولايات سابقة فيه مجموعة دي الناس اللي تحملون المسؤولية بشكل مباشر في هذه الوضعية اللي وصلت لها جامعة الرباط إذن يجب محاسبة كل من تورط في هذه العملية في التوضيفات المشبوهة أو لا في الصغير اللي طالة امتحانة الكافاءة المهانية أو لا كذلك مسألة دي السماح مجموعة من الموظفين أنهم يغادروا طراب الوطن دون أن يؤدون المهم دي لهم وكي يبقى وليصالر دي لهم دايزين يعني كن مش موعة من الخروقات والملاحظات اللي مطارة في هذا الشأن تكلمتي على الشواهد ولا التوضيف بدون شواهد وهذه الخروقات في هذا الصدد وكانت واحد دجا ولا واحد القنبلة وتفجرات من داخل المجلس ويتعلق الأمر بمدير المصالح اللي يشتغي في هذا المنصب بدون شهادة شو الوضع الحالي وحسب ما جاء في التقرر بالنسبة لهذا السيد مدير المصالح نحن دائما نعود إلى التقرر لأنه هو وثيقة رسمية وكانت حدثت بها إلى أن يتبوت العكس هذا المدير المصالح نال لهذا المنصب في جوين طالة الكثير من الخروقات أولا تم إقصاء مجموعة من المرشحين من المباراة لهذا المنصب هذا دون تعليل أو تبرير سبب الإقصاء ديهم مع العلم أنهم يتوفرون على جميع المقويمات اللينية لهذا المنصب النقطة الثانية واللي هي مهمة بالإضافة إلى ملاحظات أخرى بطبيعة الحال نعتقد الملاحظات البارزة داخل التقرر بالإضافة للنقطة الأخرى واللي هي في غاية من الأهمية وفي غاية من الخطورة هو أنه حاز على هذا المنصب بديبلومين غير معترف به المنصب يتطلب أن تكون عشر سنوات دي التجربة بالإضافة إلى ديبلوم الماستر سيد أدلا بوحد ديبلوم أنا أسميته بشكل واضح بأنه ديبلوم وهمي لأنه سميته ديبلوم ولكن الواقع أنه هو عبارة عن شهادة تقديرية على وحد تكوين در ودلا به وداز في هذه المباراة التصوديد دياله كان في هذه الولاية؟ كان في الولاية ديال أسمى أغلاله وهي اللي كانت مشرفة للجنة وهي من أعلنت عن نتائج ديال الانتحان ديال المنصب الخاص بمدير العمل المصالح دكو أن نرجع للتقرير ديال المجلس الجيهوي شنوما أبرز النوقات اللي جابيهم اللي جابيهم ها التقرير وكنتو تكلمتوا عليه وان في إطار ندار ديالكم من داخل أول حاجة ديال للتقرير هو حضور فقط 36% من الموظفين إلى مقارات العمل ديالهم في جامعة الريبات أهم حاجة ديال للتقرير كذلك هو أن 77 موظف يتقادون الأجور ديالهم ومدلبهم في قائمة الخازن الإقليمي وغير مدرجين في قائمة مجلس جامعة الريبات يعني جامعة الريبات ممكن أن أعرش كلما يتقادون الأجور ديالهم مع العلم أنا الأمير بالصرف ورئيس الجامعة بعد انتحانة ديال الكفاءة المهنية هناك ناس وغير موظفين اللي حازوا على بعض النوقات وما لم يحضروا الانتحانة نهائيا وذكر التقرير تلات ديال الحالة ذكر التقرير كذلك نعدم الشروط ديال العمل مثلا لطوالة ماكينيش في الجامعة مثلا مصلحة الأرشيف ماكينيش مثلا حادي الأرشيف الأرشيف يتلافو وتقطرش عغش وليسنوات الوراء ما تلقيش الأرشيف كل مصلحة كتحاول تدبر الأرشيف ديالها وذلك شي كي يبقى غير الواحد المدام حدودا بعد يتم الإتلاف دياله كتلاقي مكسب اللي كيضم سبعة ولا مثلا ديال الموظفين أو لا خاص ويضم سبعة الموظفين الواقع فيه أزيد من هذا العدد بكتير يعني هذا الوضعية الكاريتية كاملة للأسف ولا يمكن لحسن الحد أنه إحنا ترنهج حال من مرة داخل المجلس لكن لم تجد الأدن الصاغية اليوم التقرير بشكل واضح وضحوا جميع الخروقات اللي كانوا داخل المجلس المدينة وأنا متأقين على أن التقرير النهائي سيكون صديما أكثر من هذا التقرير لأن تعاطي ديال الجماعة معها التقرير هذا لم يكن بالتعاطي الجدي بل تم باستخفاف كبير إذن حتى الأجوبة ديالهم لن تكون واضحة ولن تكون كافية للرد على التقرير سيكون التقرير النهائي صديما وهذا ما أعتقد على واتيكي خلينا نقوله إذا كانت الرباط عاصمة الأنوار والعاصمة ديال المملكة وفي هذا العدد من الخروقات يمكن مع نشر الحق نضع على خروقات في جماعاتين جماعاتين صغرين اللي بعيدة على الأدواء ويحن أكثر هتا الخروقات اللي كندوع لها ده غير الخروقات غير في تدبير مولد البشرية رغمع رغمع ما عرفين شنو كان وقع في صفقات العمومية وكم بزاف ديال الخروقات الأخرى في المجال للتعمير في المجال للرخص مجموعة ديال المجالات اللي احتهي في تدبير الممتلكات هادو كلهم مجالات اللي كتعرف مشاكيل كبرى ولكن مازال كين بعد كتوصلنا بعض الأصداء ولكن ميمكنش نخرج عندي الناس نقول لهم راه هاش نواقع هاش نواقع وإحنا ما عندناش دليل في الكلام مثلا نعطيك مثل هاتش ديال الموديل المصالح تقريبينهم واحد ستة شهور دبا عندي المعلومة ولكن ما قادرش عن نقولها الناس إنه ما كانش عندي دليل باش غال ندوي مع الناس لو كتالي توصلنا بتقرير ديال المجلس الجهو الحسابة تعفوين خرجنا الناس بوجهين مكشوف وكانوا نقولوها بتقرير مدينة الضمان وها شنو اللي كين داخل المجلس الجامعة وحاولنا نوضحه كل نقطة على حدة سواء في تدوينات على الصفحات الخاصة سواء دلنا البلاغ رسمي ديال الفريق اللي كي وضح جميع أولاء على الأقل أبرز النقط التي جاء بها التقرير المجلس الجهو الحسابات وهالتقرير جاء بالموازات تقريبا مع الاعلان على الانتخابات قبل منها قبل منها في شوية ونتمالك اللي نشرته التقرير نعم وكان طبعا من يقول أن هذا التقرير نشرته خدمتها لمصالحك فربما في الانتخابات الجزئية تلمية عن الصورة وخحنا عرفناك أنا كنت قبل كتناديل وكتستجل المواقف ديالك بخصوص هذه الخروقات اللي كينا ولكن النشر دياله في هذا الوقت اللي قريب شوية من الانتخابات الجزئية طرح واحد تساؤلات يقدر طرح تساؤلات عند البعض أو لا يقدر البعض يأول هذه الخارجات لصالحه في إطار الزعماء التباري السياسي ولكن الواقع اللي كان كنت صامت واحد لمدة طويلة وجيت حتى الانتخابات وشتغلت التقرير أنا توصلت بالتقرير ركسبت توصلت بالتقرير قررته وتقربي فيها واحدة تقريب من 80 صفحة قررت التقرير ركسبت ذلك شيء لملاحظات لسجل تالي هذا تقرير مشي سهل ما يمكنش القراءة ديالو بطريقة العادية خصوة طرق قراءة متأنية والدقيق نشرنا للناس ذلك شيء اللي قررنا نشروه وهذا المصار هذا الراهن لن ينتهي لأنه كنت انتخابات ولا سواء في زنب المقعدة أو لن نفوز نحن نقوم بقودة إيمان في نفس المصار نحن نرافعين شعار حتى في الحمل الانتخابية لنتحدد الفساد وهو شعار اللي كانعتبره بأنه شعار مركزي في العمل ديالنا ويشكل أولوية ديالنا نحن نعتبره بأن الفساد اليوم في المغرب اصبح بنيويا ويشمل جميع القطاعات وجميع المؤسسات ولا يمكن لقطار تنمية أن يسير في اتجاهه الصحيح دون المحاربة للفساد والوقف دياله إذن مش يمسألة مرتبطة بالعمل الانتخابية هي مسألة تشكل العمود الأساسي في العمل ديالنا سيكون الجديد إن شاء الله في القريب العاجل لأنه كما قلت الفساد موجود داخل مؤسسات المنتخبة في المدينة الطريبات نحن نخدامي للكشف على معطيات أخرى الوقت التي تصل بها أنا كما قلت إن يكون عندي الدليل أما الكلام الذي يدوره في المقاهي ويدوره في جانبات وفي الكواليس ممكنش نقول لأنه ما عنديش عليه دالين ما يروجه في الكواليس كثير وكثير جدا لكن غير متبت عندما سيتبت أو سنتوصله بوتائق تتبتوا هذا الكلام نخرج عند الناس بوجان أحمر نقول لهم هل وثقة؟ هل شنو واقع؟ ولكن هذا التقرير وللنشر دياله مثلا أنا من ساكنتها الدائرة ديال موحد فشنو نشوف هذا التقرير اللي متوريتين فيه هما موحد الحزب اللي رامتهم لا 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 نهائيا لا نهائيا كيدعم متوريتين فيه والتقرير تحدث على زوج دي الولايات اللي كان فيها حزب عدد الوطنية وحزب اللي فيها حزب تجمع الوطن الأحرار لو قيتين اللي خرجنا إحنا التقرير ووش هل شك تشوف أنه غادي أثر ربما على المرشح ديالتجمو المطالين للأحرار قبل بدأ واحد الحاجة احنا مني نشرنا التقرير مكانش بقاعبين شك اللي غي ترشح في التجمع الوطن الأحرار وكل يوم هو مرشح لا دبا تنشر قبل إذا حنا مني نشرنا التقرير ما كناش عارفين شك اللي غي ترشح في التجمع الوطن الأحرار دبا ممكن ندرشع لبنية ديالك وقالبي انه سيترشح فن الفلان فما يتعلق بالتأثير دياله على هاد الانتخابات بطبيعة الحال سيؤثر ولكن رغمشي غيه التقرير الذي سيؤثر ستؤثر مصار ديال المصار ماشي ولايات الناس رغم مدبرتش ليهم انا الاقل هدروب على هاد الولايات لأنه وذاكرة ديال المواطرة شفيها قسارة لا ماشي قسارة لا نهائيا المواطن له من الوعي ما يكفي وذاكرةه لا تنسى ما غينساوش المغاربة شنو دار مرشح تيل الاحرار في تدبير ديال الربا باركينج وما غينساوش نو دار فيهم حزب العدل والتنمية في الولايات السابقة وما غينساوش تدبير ديال المرشح تيل تجمعوط الاحرار لما كان رئيسا لمقاطعة حسان هاد الشراء واقع ماشي زعمانة جيبوا من راسي يا ولاد الناس كانوا في هاد المناصيب عليهم بجموعة من المؤاخدات عليهم شبهات ديال الفساد عليهم شبهات ديال خلالات في التدبير وفي تصير يعني والمغربة عارفين هاد الشي والمواطنين والناس ديال الساكن ديال الرباط ودائر ديال المحيط كي عارفهم زيان شكون هاد المرشحين وكي عارفوا شنو الأدوار اللي لعبوها في تخريب ديال مدينة الرباط وفي تعطيل عجلة تنمية بمدينة الرباط ممكن كتشوفو وش عندكم هاد المقراءة كتشوفو اين هاد الامكانية سواثهลكم نيومين عنكم لا غيكون تصوات عيقابي يكون على يقين والدليل هو انه غادي تكون أنا اتوقع خمبيتول تشتكون وكن اتوقع انه غادي تكون نسبة المشاركة في الانتخابات غا دعيفة بزاف نظرا لان الناس كانوا حتى صخت شعبيه عارم على التدبير بعده اولا ديال الحكومة والحكومة المتعاقبة وصند الحكومة لأنها أضرت بكثير بالجيوب دي المغاربة وأضرت بكثير بالوضع الاقتصادي دي المغاربة بالإضافة النقاش السياسي اللي كيندخل البلاد راح هذا النقاش السياسي اللي فيه مؤخدة كبيرة على التدبير دي الحكومة على الفشل دي لها في مجموعة من المخططات والفشل دي لها تنزيل حتى البرنامج الحكومي رغم أنها تحاولوا أن تسوقها إلى حصيلة وهمية لا أساس لها المستوى الواقعي ولا تأثير لها مباشر على المواطن يعني تصويت العقبي هو حاضر وكين مارسوا الناس في 2016 لصالح البيجي دي ومارسوا الناس في 2021 ضد البيجي دي وسيمارسونه اليوم وسيمارسونه مستقبالا لأن المواطن دائما أقول بأنه رواهم من يعتقد بأن المواطن المغربين رادوا وعين محدود ولا غير مولين بالمجال السياسي بالعكس تماما أنا كان نشوف بأنه كين وعي شعبي كبير وقدر أنه يكون حاسم فقط ستوجه لسنة ذلك الاقتراع ويمشي يصوط ويمارس الحق دياله الدستوري في الختيار وفي التحديد من يمكن أن يمثله على المستوى قبة البرنامج كان واحد نقطة أخرى اليوم عندنا من بين المرشحين والمرشح الوحيد للأغلبية هو التجمع الوطني للأحرار قراءات تقول أنه الاستقلال والبام ما ترشحوش اليوم دائما للمرشح المرشح يمعون في التحالف الحكومي شنو وجهة نظاركم في هذا المسأل وش ما كتشوفوش أنه هاتش سيرجح الكفة ديال تجمع الوطني للأحرار إلا هدرنا فعلا على الدعم ديال جوجة الأحزاب في هاد في هذا الانتصال ما كينتدعم ديال جوجة الأحزاب كينتدعم ديال حزب التحديد السوري ودعم ديال حزب الحركة الشعبية رغمانا وحزبهم في المعارضة هاتش رحت سير رشيد الطالبي العالمي من يندوها في الحملة ديال الأحرار كيشكر حزب الحركة الشعبية على الدعم لكيقدموا للمرشح ديالهم وكيرشفوا الحزب التحديد السوري ومن في حالتين غريبة هاتش ما كينفتش بلاطة تشي مشهد سياسي في العالم تشي حقل سياسي ما في هاد الممارسة اللي عندنا احنا في المغرب مش مشكلة أما ما زال عاد نقدرون تقبلوا الدعم ديال حزب الأصراء المعاصرة وحزب السيقلال على اعتبار أنهم كينتحالف حكومي كين برامج مستقبلية كيحاولوا أنهم يخدموا عليها بيناتهم لا يسخر لهم وهذا شي ما الدارش زي ما في هاد الانتخابات بوحدات الدار في تقريبا جميع الجزئيات اللي وقعت في المغرب اللي من بعد 2021 كلها كان فيها تنسيق ما بين مكونات ديال التحالف الحكومي إذن تأثير على هاد شي واش ممكن يكون ما يمكنش زي ما نكونوا حاسمين فيه طبع الحال سيكون تأثير سيقلبوا ميزان القوى لصالحي أو على الأقل يميلوا ميزان القوى لصالح جهة معينة لكن كما قلت إذا كانت مشاركة كتيفة قادرة أنها تقلب جميع الموازين واش كتشوفوا انتوا مبتد كتكونوا في الحملة الانتخابية كتلاقو الناس كتدوروا في الدائرات في الإحياء وهذا واش لاحتوا إنه كي الناس من أحزاب آخرين بما فيها أحزاب المعارضة اللي شرطي لهم توا ما تيدعموا واش شفتوا هذ الممارسة دي الأحزاب آخرين أش خاطوا ما تدعموا تيدروا الحملة مدير الحملاء دي الحزب تجمع الوطن الأحرار في عقوب منصور من حزب الحركة الشابية أنا تلقيت مع الجموعة من المستشارين اللي معنا في المجلس ينتمونا إلى أحزاب مختلفة في المعارضة وفي الأغلبية كي مارسوا الحملة مع معمر الشح دي الحزب تجمع الوطن الأحرار أنا لا أستغرب هذ الممارسة هذي لأنني كنعرف بأن هناك مجموعة من الكائنات انتخابية لا أقول أنها كائنات سياسية بل هي كائنات انتخابية كتحاول أن أتستغل كل محطة محطة انتخابية من أجل الاستفادة المادية المباشرة الناس مخلصة بواضح المهار وزيما هتها هما ما كي حشموش وكيقولوا ها أعطاني قد تا هذا أعطاني قد تا زيما ذلك شي بحل أننا ندخلين للسوق ديال دلالة يعني ما ما كينش حتى ما كينش حتى ذيك العفة اللي ممكن تكون عند وحد الإنسان اللي هو شريف وكيمارس العمل السياسي بشكل نازيه الناس كتر كما كان نقوله بدرجة بين ألاف الأقواص كيقلبوا على رأسهم كيحاولوا أنهم يدخلون سيارة في الحملة الانتخابية سبحاني نكمل غي وحدة النقطة اللي هي تهاية أساسية خرجنا احنا عند الناس منذ اليوم الأول خرجنا بالمناضلين ديالنا احنا ما كان خلصوش الناس اللي كيديروا الحملة ولا كان كان فرقوا الفلوس ولا وهذا شي معروف كي ناس كيفرقوا الفلوس فد انتخابات كين كين بطبيعة الحال ها ما غيبانش اليوم طبي الحال غيبان أكثر يوم الانتخابات غيبان وإلا كانت شي مراحظات راح نخرجون عند الناس وغنقولوها بالواضح خرجنا عند الناس من نهار الجمعة في حين الحزب الأخرى حتى وحد ما خرج إلى حدود يمكن هدى نهاية الأسبوع عاد بدأوا كي يخرجوا الشارع تواصلنا مع الناس الحمد لله كين تجاوب كبير ديال المواطنين وديالساكن ديال الدائرة مع الحزب في دارة اليسار الديموقراطي ومع البرنامج اللي طرحوا احنا نتمنى وغي هاد التعاطف وهاد التجاوب ديال المواطنين مع الحزب أنه ينعكس في صناديق الاقتراع يوم 12 وتنبير فاروق انت هدرتي على هاد الممارسات ديال الفلوس في الانتخابات كيني الأحزاب كيف رقوا الفلوس ومورشاحين إلى غير دائرة كيني الناس كيني المواطنين وما كينتلبوا الفلوس من عدم ورشاحين لأنه هادي في التقافة ديال المجموعة من المواطنين خاصة يتخلص باش يصوت كيفاش كنت تعبن مع هاد النوع ديال المواطنين ما كنتوش حين الفلوس حنا واضحين فاد النقطة ديالنا وداليلنا في ذلك هو أنه لا في الحملة ديال سنة 2016 ولا في الحملة ديال 2021 في التقارير اللي خرجت أن الحزب اللي كانت الحملة دياله نضيفة مائة في المائة واحد في ذلك ليسار ديمقراطي بكليك ترجع للتقارير ديال المجلس على الحزبات تقالي صدرتها وزارة الداخلية فهذا السادات غري تلقي الإحصائيات ما كنتوش الناس باش يصوتوا ما كنتوش الناس باش يخدموا معنا والمراقبين اللي كيكونوا في مكاتبت صوات ومراقبين مناضلين ديال الحزب اللي كيوزعوا الأوراق شو كير بحمل لكم ولكن هذا مشي ترشيح نيضالي هات ترشيح هذا لا دا مشي ترشيح نيضالي بطبيعة لحال ما كيش تشوفي منطقة ترشيح نيضالي احنا حسمناها معا مداد احنا اليوم داخل الانتخابات باش نفوزوا بانتخابات باش ناخدوا المقعد كينو نافس على الأقل حتى الأخير رمق عدنا من القدرات ما يكفي اننا ننفسوا عن المقعد كي ما قلت حتى الأخر لنا من القاعدة الجماهيرية في مدينة طريبات ما يكفي اننا نقدرون ناخدوا المقعد وضيج اخذيننا المقعد في مدينة طريبات في سنة 2016 مع الأخ عمر بلافريج واللي دا الولاية متميزة وقع المغاربة يشاهدوا بها وقع المغاربة يذكروا عمر بلافريج والقوة الاقتراحية اللي كان مشكلها داخل البرلمان الى جانب رفق عمر شنوي اذا ما عدناش تخوف من هاد الجانب كان عاود نقول لك إذا مشوا الناس يصوتوا غتكون مفاجأة في الدائرة أعتقد حتى المشاركة ديالك في 2021 حتى هي كان مظن خلاتك تخلق يكون عندك واحد المعقيل انتخابي واحد القاعدة طبعا الحال الناس كيتبعوك مني كتكون داخل المؤسسة مش هي مني كتكون خارج المؤسسة مني كتكون داخل المؤسسة الناس كيشوفوا العمل ديالك كيشوفوا الاخر المرضوضية ديالك أنا فين كنت فين باقي القاعدة كتكتنس فيهم باقي كتكتنس فيهم باقي معهم بالعكس الحمد لله كتزيد توسع من العلاقات ديالنا مع الناس ودالي كوفق المبادئ والأخلاقيات ديال العمل السياسي أنا هدو شي عن الحملة انتخابية أنا فقط تصبح تخلص كل القفار رقمي داوي سبونسوريزي واحد الفيديو ديال الحملة فيسبوك في انستغرام كبير لأنك قتم على ما هو رقمي واشك تراهنو على التواصل اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي كبالك أنا وعندو تخثير طبulous هذا هذا وعندو تخثير كبير العمل الداخل في مواقع التواصل الاجتماعي من الحملات الانتخابية barriers كويني على يقين بأني عن تشهير رائق له ص็ح على الوراق ومزر دي الحملة ما يبقاوش هتقدر تكون هتكون الحملة على يقين أنها تكون الحملة متغيرة كثيرا كثيرا على ما يقع اليوم في الحملة الانتخابية بشكلها الكلاسيكي اللي عرفناها سنوات هذه اليوم المواطن المغربي يقول لك هي قضايا معظم الوقت دياله في الهاتف أمام الحاسوب إذن ولاحطة التواصل معه يسهل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تقدر تلقاه في تليفون وما تلقاهش في الدار تليمشي تقاعد تديل بورتا بورتا وتطق عليه في الدار وتقلب عليه تقدر ما تلقاهش وهذا شيء ما عشناه في الحملة الانتخابية يقدر يكون نوفور من المواجهة هالمباشرة مبيل المواطن والناس كيدلوا الحملاء بشكل عام على عكس ما يقع في مواقع التواصل الاجتماعي ممكن يكون تجاوب وتفاعل أسرع وأفيد لهذا احنا كن نعتبر بأنه كنا قاعدة كبرادية للناس اللي تتخل المواقع التواصل الاجتماعي وممكن أن تكون مؤثرة داخل العملية الانتخابية واخر الناس ديال الفيسبوك وديال هذا ما كان مشكلة ديال تسجيل في اللوائح انتخابية هنا عارفين أغلب المتصفحين هم شاباب وأغلب الشاباب هم في عزوف على المشاركة في عزوف على المشاركة لا يعني أنهم لم تسجلينش في اللوائح انتخابية راه كين نقص في الفعدات المسجالية راه نظروا على الدائرة ديال الرباط الموحد راه نسبة كبيرة ديال الشاباب مسجالة في اللوائح انتخابية همم دا قولك وش كمشي وعاودي صوتو كين مشكلة ديال عزوف المسجال وعد كين مشكل ديال وش غادي يمشي صوتو واشهد المواطنين انت قادر انك تكسب التقادية لهم يتيقوا فيك وتخدم معهم على دور العام وتقدر انك تعاونهم لتقديم خدمات اللي هي مباشرة لهم باش يقدر مش يصوتو عليك النهار للانتخابات إذا كنت تقدير هدل العمل كوني على يقين بان هدك شباب غايمشي يصوت عليك وغايا يوقف معاك وغايا يخدم معاك بدون أدنى مقابل وهدش احنا راهدنا دبا في الحملة الانتخابية لكن مواطنين الي جاءوا كيسهموا معانا في الحملة الانتخابية وما احدش يوحد ليعطاهم لا ريال ولا زوج وبيت ضحياتين كذلك ممكن قلك ما كان ش لقاع متوقع لكن إذا كنت غائب على الناس وكين المتلا بحلمورش تلك التجميلة الى احد ليساك نش لقاع في الدائرة وكيفش ممكن أنك تأضطر عليها في واحدة دلاصة اللي انت معاك محتل بالبيئة ديالها ومعاك ماش كيفش هي كتشتغل واست في الحملة الانتخابية ديالك كنت تلب على واجهتين وواجهات التواصل اليومي مع المواطنين وواجهات التواصل في مواقع التواصل وواجهات هذه هو بها ليست مواقع مواقع أخرى نزل اللتين وهي صحفيتي مزموعة من الخارجات الإعلامية والتي تحاولوا أن نشرح فهي للناس sole المستوى من برنامج الانتخابي ولا مستوى شنوه نديره داخل الحملة شنوه نديره داخل مجلسة الجامعة شنوه كندير نائب البرلمان يفا تمزار التامني مشكورة داخل البرلمان ولا حتى في الولايات السابقة شنو قدمنا يعني كنحاولون نحيط المواطن بجميع الظروف الملابسات دي العملية الانتخابية ودي الوضع السياسي العام اللي كن في البلاد وكندول حتى التواصل مع المواطن مثلا عن طريق ندوات صحفية وللخارجات الإعلامية ولهذا هي ربما غدا ترسخيها لو حتى قافة جديدة اللي ممكن نشوفها متسقبلا في إطار الحمالات الانتخابية وصعيب باش نشوفها عند أحزاب معينة ولكن على المدى البعيد نحن على الأقل في الحمالات الانتخابية كنحاوله في كل مرة أن نجد إبداعا جديدا للتواصل مع الساكينة كنا درنا مثلا حملها بالأخر بالبيكالات اللي دارت في الرباط درنا مثلا كانوا معنا مناظرين اللي كيديروا السيرك وكيديروا الأخر الطبول خرجنا بهم الشارع درنا في 2021 درنا مسيرات ديال السيارات بطرقين لها مختلفة مش ديال دكشين مشيون لحرورا قبقون غوطوا في الزنقة كلهم رأى أشكال من أشكال ديال التواصل وأشكال ديال إبداع في الحملات ممكن ديروا مسيرات اللي حمتي يكون فيها بزاف ديال أشكال الإبداع اللي ممكن نخاطبوا بها الناس بأسلوب آخر مش ينتع صوت علينا ولكن على الأقل نحن همدا نقول في مجموعة من القضايا وبطبيعة الحال كيف قال المواطن حق الاختيار ويختار من يراه الأنسب ومن يراه صالحا لتمثيله في المؤسسات غير هذا النوع ديال الحملات لا يتلقى معه ديال مع جميع المدن ولا جميع الجامعات ولا دا وممكن في الريبات نقدروا أنه مراهيم أنا كان دويلا لبعض فهمتي ولكن لكل مكان له خصوصية ديال ولكل مكان كيفاش كيتعامل المرشح مع الساكينة فهمتي كين مثلا بشي القرى والبوادير كين ناس اللي كتدير غيز زرود والدجاج ودك شي بشي قدروا لاستيمالات الأصوات ديال النخيبين كيلي كيدير حفالات موسيقية وكيجيب فنانات وفنانات مشهورين باش يقدر يجلب أصوات يعني كين شي أساليب شخصيا لا أنا ولا داخل حيث في ذلك اليسار لن نتفق معها وممكنش نمارسوا هات الممارسة هدي إلا نعتبرها بأنها ممارسة كتزيد من البؤس ديال ديال مشهد السياسي ماشي كترفع من المشهد بل اللي خصو يكون هو أنه يكون رفع من المنسوب ديال الوعي ديال الناس حول الوضع السياسي بشكل عام باش الناس مشي تصوط عن قناعة وباختيار اللي كتشوفوا الأنسب لها ولكن كيف قلتي دائما كنا الخصوصية حتى الخصوصية ديال المواطن تتحكم مواطن بوحد الوعي معين غايقبل بحال هذا النوع ديال ديال الحملات للأسف الشعار ديالكم هو لنتحدد ديال الفساد بحال هات الشعارات أنا كنشوف لنتحدد ديال الفساد للي الفساد للي الحارب الفساد إلا غير ذلك تقلت بالساف لدرجة أنه قدروا نقوله مستهلكة حتى المواطن مبقاش كي تيقف هاد مثلا في مثلا شي حزب درها فبرناقر مشي أحزاب ولكن لما في الخيطة بدين مجموعة من السياسيات يقول أنا نترجح باش نحارب باش نحارب الفساد حتى الناس لو كيقولوا شكون كل شي بغي حارب الفساد شكون هو الفساد من بين هاد النوخة السياسية كاملة اليوم بغت حارب الفساد ولا ربما واش غادي نحارب الفساد حيث ما كنستافدش منه وطنك أنا المواطنين اللي عادين محلا من لومن هاد من لومن هاد الخيطة والصعيب أنك تتقنعوا اليوم أنك غادي تحارب الفساد وهذا شيء كتلقى كندونار كتلقى مع مواطن اللي كيقول لك احنا ما بقيناش ما بقيناش كم تيقوف في هاد الخيطة وحنا ما نقولش للناس احنا غا نحارب الفساد ودليل هنا هو الشعار احنا كنقول لنتحد ضد الفساد لأننا نحن مؤمنين بأن محاربة الفساد لا يمكن أن تتم عبر الأشخاص أو عبر تنظيمات معزولة أو عبر تنظيم واحد لا ممكنش باش نواجهوا ما يقع داخل هاد البنية دي للفساد يجب أن تكون هناك وحدة ما بين كل أشخاص المؤمنين بالتغيير وكل الهيئات الديمقراطية والتقدمية إضافة إلى المواطنين والساكنة والشعب المغربي كامل مشي مشي معركة دي الشخص ولا دي الجهة معينة هي معركة دينا كاملين لأنه يمكن أنا اليوم كان أقول واحد الخطاب ويمكن حتى أنتي يكون عندك خطاب وحزب آخر يكون عنده خطاب ولكن الممارسة الميدانية هي المحك وهي اللي قادرة أن ننقيسوا بها واش شخص معين ولا هيئة معينة ولا جماعة معينة قادرة أنها طبقت الشعار وتنزلوا إلى أرض الواقع أولا أحنا منين رفعناها للشعار رفعناها وإحنا جارين مورانا واحد المعارك كبرى مشيغي كما قلتك مشيغي في هذه الولاية في ولاية سابقة ومشيغي في الرباط في مجموعة من المدن معارك كبرى دي الحذفة اليسار لمواجهة الفساد وجسدنا هذا الشيء في الواقع وجسدناه في الممارسة والدليل اليوم وأنه مثلا منين كنجيو رفعنا للشعار وإحنا نشوف ما يقع في البرلمان أزيد من 80 برلماني متابع لقضايا دي الفساد أخلاقي وسياسي ومالي 30 برلماني ولا أكثر كنين من اليوم في السجن يعني من رفعناه لأنه له رهينياته ولنا المشروعية في رفع هذا الشعار نظرا لممارسات سياسية درناها على الميدان وعلى أرض الواقع ارتباطا بهذا الشعار أو تلين تحدد الفساد صحيح كيين بزاف دي المتدخرين والفاعلين اللي ممكن يخدمون معكم في إطار هذا الهدف وهدرته على البرلمانيين والمستشارين اللي اللي هما كيتحاسبوا بناءا على ملفات الفساد من بين الحلقات اللي ممكن تساهم في هذه العملية كانوا جمعيات جمعيات إحماية المال العام اللي أتارو لديروا بزاف تشيكاية ضد المنتخبين واللي مرتاقب أنهم يتمنعوا من تقديم هذه الشيكايات بناءنا للتعديلات اللي هتكون في المستشارة الجنائية وخليهم ماشي موضوعنا اعتنا رأيك في هذه المسألة الدور دي الجمعيات دي الحماية المال العام نحن بطبيعة الحال ما يمكن إلا أن نكون ضد التعديلات اللي جاءت بهذه الحكومة هذه والتعديلات اللي جاءت لحماية الريع والفساد والنخبة من المفسدين اللي جزء كبير منها باش نكونوا واقعيين أنهم ينتمون لهاتي الأحزاب المشكلة للحكومة واحتمن اليوم لنمو تقالين أو متابعين راجوز كبير منهم ينتمون إلى حيث بتجمع الوطن الأحرار والأحزاب المشكلة للحكومة والشمس بالغربال والمغربال هم يعرفوا هذا الشي ويعرفوا كل واحد شنو فين كين اليوم الحياة السياسية كل يجمع الكل يجمع مواطنين ومؤسسة وأعلى مؤسسة في هذا البلد تقرر بأن هناك فساد داخل الحقل السياسي وكانت الرسالة الملكية الموجهية للبرلمان في الدكرة للتأسيس للأخرة أساس تخليق الحياة السياسية ووضع مدونة للأخلاقيات هذه المدونة التي تفضل الرسالة الملكية لازلت هذه الأحزاب كترشح الناس اللي هما مفسدين وناس اللي هما متورتين في قضايا ديال نهب المال العام وظلت هذا النقاش هو نقاش نقاش فوقي نحن نسعى إلى التنزيل بل أكثر من هذا الحكومة اليوم من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية تسعى إلى إقبار جمعيات حماية المال العام وجعلي دورها محدود في الترافع دون أن يكون لها أدوار على المستوى تقاضي ورفع دعاوة قضايا أو على الأقل شكايات ديال التحقيق في حق منتخبين أو مسؤولين اللي هما فسدين وهو الحق اللي كيمتلكوه اليوم الحكومة لا يقفت لدير أخطاء كبرى أقبارة مشروع ديال قانون الإطراء غير المشروع يعني دائما يتسعى إلى حماية طبقة التي تمثلها وهي طبقة مستفيدة من الريع ومن الفساد ولا يمكن أن تكون ضدها لأن هي من منحتها هذه القوة ومنحتها هذا التواجد داخل الحكومة نرجع للترسوح ديالك شنو الثلاثة النوقات اللي ممكن تعطيهم نينا اللي يخدم عليهم امتف 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 رفعهم كتحدي في إطال برنامج انتخاب نتركت الحال هم ثلاثة نقطة لوضحين نقطة الأولى مرتبطة بمحاربة الفساد والمسلمين ونهيبين من العام ونتحدثنا بها بشكل كبير بلا داعينا نعم نقطة تانية هي المحوار المتعلق بالشيق الاقتصادي والاجتماعي اليوم المغربة كما قلت قبل نعود نأكدها انهم تضرروا كثيرا من هذه السياسات اللاجعبية الممنهجة والمسلطة علينا من طرف هذه الحكومة اليوم الكل كيعرف شنو وقع في المستوى السوق دي الخضار والفواكه واللحم من الارتفاع في الأسعار موهو لم يشهد له المغربة المتيل قارنطا مع سنوات قليلة مضت رغم أنه الوضع لم يتغير كثيرا لأنه في هذه الوضع يتغير بسبب احتيكار مجموعة من الناس اللي تعاودوا نربطهم مع الحكومة ومجزء من هذه الحكومة أو لقيادات في أحزاب في هذه الحكومة أو لبرلمانيين أو مسؤولين في هذا الحزاب يحتكرون أسواقا ويتعاملون فيها بمنطق الاحتكار ومنطق الجشع الاقتصادي مما جعل الأسعار جد جد مرتفعة بالإضافة التضخم اللي كتعرف البلاد ودون أن ننسى الجشع ديال الشركات ديال المحروقات التي نهبت الأموال الطائلة من جيوب المغالبة بدون وجه حق ولا قادون وسبق النائب البرلماني عمر بلافريج أن صرح فيما من مرة وصدح فيما من مرة داخل قبة البرلمان أن هناك 17 مليار ديالأموال المنهوبة لم يتم استرجعها إلى اليوم رغم أنها متبثة بالتقارير المستوى الاجتماعي اليوم حتى اجتماعيا رغم أن الدولار رفعت شعار ما سمي بالدولار الاجتماعية إلا أن هذا الشعار بقي شعارا فوقيا لم نراه ماديا على أرض الواقع بل بالعكس حتى المستوى الاجتماعي تضاورت تضاورا المواطن المغربي وتقاه قهراء اجتماعيا كنا نشوفو الناس على الأقل كان عندهم الراميد كانوا كلمش يستفدون من الطبيب اليوم ولا ما يسمى بالمؤشير هذا المؤشير اللي نقدر نقوله أنه خربق لأسار المغربية ولت الناس حاضية عندك نديل روشارج عندك المقدم يعرفني شارية البوطة عندك يعني ولا وحد الناس عيشة على على الأعصاب ديالها باش في الأخير تستفد من 500 درهم ولا دي الإعانا وتستفد من جزء من الطبيب إذا كان هذا المؤشير في مستوى متدني يعني هذا هو الوضع الكبير إضافة المشاريع القوانين اللي متروحة اليوم برلمان خصو بالذكر قانون مسرور المدنية وقانون مسرور الجنائية وهما القوانين اللي جاءت لضرب مبادئ دستورية أساسية أهمها منبدأ التقاضي ومنبدأ مجاني ديالتقاضي إلى ما غير ذلك من المبادئ لنستطيع لها الدستور المغربية ونستطيع لها خطة العدلة ومجموعة من المراجع الأساسية المؤطرة لقطاع العدلة في المغرب اليوم يتم التراجع عنها ويتم ضربها عرض الحائط المحور الثالث في برنامج هل في مدنك هل تحدث تحدث كبير طبعا نحن كانت تحدث عن البرنامج لم تحدث عن الجماعة من يكون الجماعة كانت تحدث على ما هو محلي طبعا كانت تحدث على أمور اللي هي تهم شأن السياسي العام وطنيا نكمل لكن ممكن غير النقطة الثالثة هي النقطة المتعلقة بمحور الشباب أننا نشوف اليوم الشباب المغربي يعيشوا أسوأ المراحل اللي داز فيها الشباب المغربي هي هذه المرحلة هذه اليوم حيث أنهم لم يعود الشباب المغربي قادر على تحقيق أدنى مستويات للعيش الكريم والاستقرار البطالة فقط 13% حسب تقارير رسمية اليوم الشباب مبقاش قادر على أنه يرسق الشغل إلا بصعوبة وحن تمن يلي يرسق الشغل يعيش في بطالة مقننة ذلك نتجة على واحد المسموع من المقتطط اللي جابتها الحكومة هذه واللي الغرض منها ما كانش تحقيق الاستقرار للشباب بل كان الغرض منها رفع نسبة ديال الشباب اللي كيشتغل وتخفض نسبة البطالة لكنها في الواقع غير أرقام غير واقعية من يكن تحدث على برنامج أوراش كيف لشابين أن يشتغل لمدة 13 أو 14 ويخرج عوداني يولي نسل وضعية التي كان عليها من قبل وقد تكون أسوأ لأنه قد يرتب بعض الأمور بناء على تلك الأجراء التي سيتلقاها فذلك 13 أو 14 ومن بعد غير جاء الشريع والقرص نشوفوا البرنامج الفرصة لليدارة الحكومة وهو برنامج اللي فاشل واستفادت منه النخبة ضيقة من الناس لمقربين لبعض الأحزاب السياسية والمقربين لقيادة في الحكومة والمواطن البسيط الذي ليس له قدرة على التغطير في مجال المقاوة لاو إلى مغير ذلك تألخ دارا كي يمشي الإفلاس مباشرة ولأنه في الحالات عديدة اللي لم تحقق الهدف المرشو منها على مستوى تخفيض البطالة والرفع من عدد الشباب المشتغل وفتح أفاق داخل سوق الشغل النقطة التانية في هذا المحوار هذا للشباب هي النقطة للتعليم اليوم الكل كي يعرف الوضع للتعليم العمومي في المغرب اللي هو وضع جد متأزيم وجد جد متردي لا على المساوى التعليم العمومي الأساسي ولا على المساوى التعليم العمومي الجامعي كنشوفو الطلبة الطيب اللي خدو سنة بيضاء كنشوفو الطلبة المجموعة من المعاهد العليا اللي حتى وما داخلهم في إضرابات أو مقبين الدخول في إضرابات نشوفو التعليم العمومي كيفاش لأن السنة الماضية تقريبا لمدة ثلاثة أشهر وهوما في إضرابين مفتوح لم يليجو الأقسام كنشوفو شو بددي التكوين شنو لكي قدمنا التكوين من جودة للمتعلم اليوم المتعلم لا لغة عربية مقادرة ولا لغة فرنسية ولا لغة أجنبية الأخرى يعني وضع المستوى التعليم العمومي لهذا نحن نقترح أن تكون هناك سياسة مندمجة للشباب التي تجيب على إشكال البطالة تجيب على إشكال الفتح أفاق داخل تقشغل تجيب على إشكال التعليم العمومي تجيب على إشكال التقافة والتعاطي مع صناعة التقافية في البلد دينا وكيف ممكن التقافة أن تنعكس على الشباب وتكون هي المازج والجامع ما بين التعليم وما بين سوق الشهن شكرا فاروق شاركت معنا اليوم البرنامج ديالك اسمنا لك التوفيق كيف ما كنتم لو التوفيق الباقي المرسحين إذا عندك شي كلمة أخيرة قبل من شكرا جزيلا لك شيماء وشكرا لمقا سافركم من جميع المواطنيين وقاطني وساكنة دائرة المحيط بالرباط أن يتوجهوا يوم 12 تنبير إلى صندق الاقتراع وبطبيعة الحال يصوتون على حيث فترة اليسار للرمزل والرسالة